أزيد من 270 سائق سيارة أجرى يعانون شبح البطالة منذ أزيد من سنة بعدما سحبت منهم مركباتهم من نوع بيجو إكس باروة 806 على مسوى مختلف الحواجز الأمنية على خلفية الاجتباه في تزوير وثائق المركبات المعنية فيما أكدت الفيدرالية الوطنية لسائق سيارات الأجرى أن الأوراق الخاصة بملكية تلك المركبات كلها قانونية سيارات هذه لا يدخلون من فرنسا خلاص الوقت لهم والسيارات التي تحدد سنةها بين 17 و 18 سنة ولا لا يدخلون كما دركها منعوا المواد تلك المواد التي منعوها ولا تدخل كابا ولا يدخلوها مكدا ويدرهم بديدوصي ويخدموهم بالصحراء الثنبي تلك الصحراء الغربية اللي يدخلوا على الطريق مستغانم السيارات تلكهم تتبع تماك وإحنا لما وش دنبو الجزائري اللي يكون ضحية في هذا الشي أنا الإنسان شرى سيارة بوتيقة رسمية اللي باش يبدأ يأكل الخبزة لولادو يحبسوها فيها حاجز أمني نحو هالو ذكرهي وصلت حوالي 270 سيارة للدوها فيدرالية سائق سيارات الأجرى رسلت وزارة النقل حول حملة سحب مركبات سائقي الأجرى دون تلقي رد أو الوصول لحل الأزمة بعدما قدمنا ملف المعالي وزير النقل الذي قدمه إلى الوزير الأول سيد أحمد وحيا اللي طلب بالتحقيق وله حد الآن أرانا في ظلام هذا النصر هم يطلبوا ولو يجولينا لليبارك يطلبوا بشي وكلوا ولادهم حوالي 7000 سيارة أجرى من نوع بيجو 806 وإكسبارة وإسباس ينشط أصحابها في مختلف الخطوط على المستوى الوطني وسط حالة من الهالع والفوضى منذ مباشرة مصالح الأمن حجز مركباتهم قبل حوالي سنتين وتحرير محاضر في حقهم تنص على أن تلك السيارات غير معرفة لدى الجمارك في إطار حملة لوضع حد شبكات ناشطة في مجال تهريب هذا النوع من المركبات من أوروبا نحو الجزائر فما هو مصير السيارات الأجرة المحتجزة والمستقبل المهني لأصحابها